تلجأ بعض الدول والحكومات للإستدانة لأنه أنت كنت حاسب حسابك باتفاقياتك معهم على ثلاثة دولار أو خمسة دولار أو عشرة دولار وبدك تاخطوا بعشرين أو ثلاثين وأنا أكد لك الأسبوع الماضي كان فيه صفقات وصلت سبع وثلاثين وثين واربعين دولار لقاح الوحن صفقات في السوق الموازن الموازن نعم وصلت لقديش فوق السبع وثلاثين دولار سبع وثلاثين إلى اثنين واربعين دولار هذا لقاح الواحد ضد فيروس كورونا لا علمك لقاح الصيني أيضا اللقاح الصيني وصل السعره في السوق الموازن سبع وثلاثين واربعين دولار طب اليوم ما هو الحل في التعامل لا هذه قضايا أخلاقية هذه قضايا أخلاقية أولا في مسألة التجارة العالمية لكن الحل الوعي عند الناس نرجع الكمامة أساسي التباعد الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الاستعجال بالعودة المباغتة أو العودة المفاجئة لازم يكون عودة آمنة سواء للمدارس والتعليم سواء للقطاعات التجارية بشكل آمن ومدروس دون الاستعجال طيب اليوم هناك من يدعو للقطاع الخاص خلو القطاع الخاص يجيب اللقاح شو رأيك فهلا يعني المنطق يكون فيه شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لأن دائما الشراكة الحقيقية هي بتحافظ على الاستقرار الاقتصادي وغيره وتشرك القطاع الخاص الموضوع مش موضوع أرباح لكن لو رغب الآن القطاع الخاص بالعمل نفس الشركات الصانعة وهم وكلائلها ما رح يعطوهم إياه عرفت عليه كيف هم بحبوا يتعاملوا في موضوع المطاعيم بحبوا يتعاملوا مع دول مع دول فأصلا من أول يعني في كثير دول بريطانيا فقط اللي لان عندها تأمين صحي شامل اللي يعني عملت مع القطاع الخاص والصيدليات بجموع الصيدليات بوس موجود فيها كانت مطاعيم لكن هل كل الدول ما بعرف أحنا منشوف يعني منتابع كثير لكن لا بد من الانتباه أنه لازم يكون في بواب التأهب أو مدخل تأهب عندنا هون ماذا تأهب لماذا؟ تأهب لموضوع اللقاحات موضوع يعني الشحة عرفت عليه كيف وانعكاسه الاقتصادي أهم إشي وأيضا المشاركة يعني فعلا فعالة لأن هذا حق مواطن مواطن بده إياه يعني والدولة بدها حقها أيضا من الشركات العالمين لأنه احنا في توقيع اتفاقيات مسبقة مع موضوع كوفيكس اشتركوا في القناة